موضوع الشهادات حقيقة ما أعير له أهمية كبيرة يعني لا على الصعيد الشخصي ولا على الصعيد الناس اللي حقيقة ألتق فيهم لأجل التوظيف أو العمل أو يعني الانخراط معنا في العمل الخبرة هي أهم من الشهادة الآن الشهادة هي ورقة A4Paper أنا سميها ممكن تحصلها أونلاين ممكن تحصلها بتحضر لك محاضرة كورس كثير من الناس اللي ألتق بيهم في بعض الأحيان لسبب التوظيف في مشاريعنا أرى خلال جملة من الشهادات لمن أسأل لا يفقه شيء حول هذه المواضيع فالخبرة العملية هي الأهم من الشهادة يعني لو يكون الانشغال بالتطوير الذاتي وسقل المهارات والانشغال باكتساب مهارات جديدة أفضل من الاهتمام بالشهادة الشهادة يمكن أن توثق توثق مرحلة دراسية معينة تضعها في السيرة الذاتية لا غير تكون المفتاح للمقابلة الأولية بس الخبرة هي اللي تلعب دور الآن كثير من الشركات ما تهتم للشهادات أنا هنا في تركيا كثير من الشركات ما تهتم عند التوظيف مثلا والتعيين ما يتقدر سؤال بالانترفيو يكون عندك شهادة؟ إذا قال أي نعم أعرف كثير من الذين يشتغلون الآن بمؤسسات وشركات ما يشتغلون بشهاداتهم ولا حتى سحبيها من الجامعة ولكن خبرة والعمل والتفاني هو الذي شخص يثبت وجوده أهم من الشهادة ترجمة نانسي قنقر